اشتركوا في القناة الفقاء الامس الفريق الامس الفريق اللي يتألق فيه ساعد بالرحمة الفريق اللي فضل هذا الفريق اللي العب في الدرجة المنتزة بريمير ليغ معه وصها وهذا الفريق اللي بيان ساعد بالرحمة وساعد كثيرا ساعد بالرحمة اذا برندفورد اول شي لما جاء ساعد بالرحمة طبيعة الحال الذكريات القديمة سواء مع ادريين الفريق او مع الزملاء الامس الاصدقاء انتوعوا في الفريق السابق لبرندفورد لقاءات الاسترجاع الذكريات الماضية مع هذا الفريق اللي يتألق فيه ساعد بالرحمة فريق برندفورد من بعدها قبل الهدف ابتيبون ولا اروع ابتيبون ولا اروع علم من مايرحمش العباسي مايرحمش ساعد بالرحمة مايرحمش مايرحمش حتى رم زملاء واصحاب وفريق وتقدر تقوله حتى يعني كأنه يعني للمنزل انتاعه وللبيت انتاعه مايرحمش ساعد بالرحمة مايرحمش زملاء وعطاهم ابتيبون هذا هو ساعد بالرحمة الهدف هدف خورا في هدف اصبح صراحة هذا الهدف شفته سابقا في الشامبيونشيب مع برندفورد هذا فريق اللي لعب معه ضده اليوم ساعد بالرحمة سجل الهدف مشابه لهذه لكن الهدف اللي سجلوا مراوغة زملاء الامس وبعدها هدف خورا في هدف ولا اروع في الزاوية الصعيبة الحارس صعب صعب بش يمسك الكورة مثل هذي كورة هدف يعني صراحة اذا ساعد بالرحمة نقوله نقوله انطلاقة تبشر بالخير تحد الساعة يعني مقابلات اللي لعبهم ولا ضد الريدينج ولا ضد برندفورد ثلاث مقابلات هذو ما بدأ خاصة من المقابلة الثانية والثالثة بدأ النسق يرتفع واصبح ساعد بالرحمة ليس فقط لعب الفنان واللعب الموهوب عدوا اللاعبين كامل يعقلوا الكورة يديروا فيه ثقة كبيرة هو كأنه المنقذ كأنه المخلص يعني ليبنيوا عليها لهذه الهجمات والشيء الملاحظ انه هذا هو المنصب المفضل لساعد بالرحمة الموسم اللي فات معه في بداية الموسم ما كانش يلعب فيه في المنصب بتاعه كأنه يلعب فيه كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هدف خرافي قلت انطلاقة ولا ارواح لسعيد بالرحمة في مقابلة الودية ان شاء الله يكون هذا هو موسم التأكيد وموسم انفجار سعيد بالرحمة في البريمير ليك لاعب اخر او لاعبان اثنان واحد قال انا نبغي الجزائر وانا طبيعة الحال مع لي فينك هو شكون هو كريم زداركا كريم زداركا شيء ملفت انه لعب اساسي في شوط اول في عمالي قتل باير في غوريتسكا في ليفاندوفسكي في تشوبو موتينج في لاعب صاني في في العديد من النجوم نادي البافاري اللي لعبوا اساسيين في الشوط الاول كان ضدها اللاعب زداركا والعب خاصة في الشوط اول مقابلة مقبولة جدا انا الشي اللي لفنت انتباهي انه وضع فيه الثقة هذا وش معناه معناه انه اللاعب هذا اه راهوا ينتظروا اه مستقبل كبير وراح ان شاء الله يكون هذا اللاعب ممكن يعتمد عليه كما قلت ولو حتى في الاحتياط في اه المقابلات الكالشو ايطالي وما يرجعوش اه الريما فيرا شمبيونة الرادية ولو يلاعبوه في الريا ولا يسلفوه في في رقص غيره ان شاء الله هذه هي انتراقه وان شاء الله يكون اه كاريم زداركا اه دايما مجلوش دايما اساسي ولو والاقل يكون يحتك ويلعب ولو دقائق مع مع النادي نابولي نادي الفريق الاول لنابولي اللاعب الاخر كانت سفر سفر نتيجة حتى في الشوط الثاني ادخل في دقيقة حوالي تسعة وستين اعطاه اسيست ولا اروع الاول اللي افتك هو افتك الكرة هو ادم والناس افتك الكرة وعطاها المهاجم النايجيري وسجل الهدف الاول زاد اعطاه اسيست ثاني ولا اروع زاد جاء الهدف الثاني هذا اللاعب ادم والناس انا صراحة هذا من لاعبين الغير محظوظين هذا اللاعب دائما هذا اللاعب لما يبرز يتقلق الجه الاصابات هذا الشي اللي ما فهمناش نحس سوء حظ ما فهمناش لما يتقلق الاصابات الجيه انو اه تسعة وستين دخل في دقيقة واحدة ثمانين خرج مد اصيص ولا اروع الاول ومد اصيص ثاني ثاني اوه ارائع جاء منو الهدف الثالث كانوا سفر سفر تخلوا الناس حرك اللعبة واللو ثني سفر وبعدها جاء تخل اللعب البديل اه مشاش وزاد سجل هدف الثالث اذا يعني الاسف والناس الصيبة وخرجة من اه من ارضية الميدان اصابة كانت عنيفة نوعا ما وقوية نوعا ما اه انشاء الله انشاء الله انشاء الله انشاء اصابة متأثرش على ادم والناس ما تكونش اصابة باليغة انشاء الله يرجع لان لاعب هذا لاعب فنان ولاعب موهوب اذا اه مختصر المفيد يوم يوم كامل حافل بالمقابلات الودية ومزلت كان المقابلات الودية اه انطلاق او قوته لاروح عليه ساعد بالرحمة اه برافو ساعد بالرحمة وان شاء الله تكون هذه الانطلاقة وبداية ساعد بالرحمة في البريميار ليك تكون بداية قوية ايضا اه ادب الناس للأسف لعب هذا غير محظوظ يعني من اه الله غالب مش مش بكثبت له بشي لعب اساسي كامل ولا في طيلة المقابلة لكن يكفي انه في عشر دقائق ولا اثنى عشر نقيقة اقدر انه يصنع الفارق ويقلب موازين المقابلة بعد ما كانت المقابلة في شوطها الاول سفر سفر ضغو وضغط كبير من نادي البايير حتى في الشوط الثاني ولو خروج بعض الاساسيين من نادي البافاري مقدرش يسجل نابولي الا عند دخول ادب الناس اللي اقلب موازين وقدم اصيس لول اصيس الثاني للمهاجم النيجيري وبالتالي اقلب بالنتيجة ومن بعد هذا الاسف فالله غالب هذي هي هذي كورت القدم ان شاء الله ان شاء الله يرجع وان شاء الله متكونش اصابة اه خطيرة اذا نزددك ان شاء الله يكون هذا هو الموسم اللي تأكيد ومدام انا نشوف حكا ومعرف مو كراني غلط مدام سباليتي لعبوا في مقابلة هذه ضد البايير نوجوب البايير في الصف الاول لعبوا اه شوط كامل والله حتى ما الشوط الثاني وبدأ به المقابلة يعني معتمد عليه ولعبوك مهاجم لعبوك جناح مهاجم يعني جناح هجومي هذي اللي ما مش متعود بك عن المنصب هذا لكن مدام هو اللي غيره المنصب التاعه يعني اللي مقتنع به وان شاء الله يدخل ضمنه اه مشروع اه اسباليتي اذا بالتوفيق لكل لعب المنتخب الوطني وفي الاخير ملتقنا مع مزد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته